كشفت مجموعة سوفت بنك اليابانية أنها ستقوم بتأسيس صندوق استثماري جديد تحت اسم صندوق رؤية سوفت بنك مؤكدة أن اسم الصندوق قد يتغير لاحقاً ويهدف الصندوق الجديد إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم ويقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في المملكة المتحدة حيث تديره شركة تابعة لمجموعة سوفت بنك وسيحظى المشروع برأس مال استثماري كبير تقدمه المجموعة وشركاؤها الاستثماريون ويهدف صندوق الجديد ليكون من بين أكبر صندوق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي وتتوقع المجموعة أنها ستستثمر ما لا يقل عن 25 مليار دولار أمريكي في الصندوق على مدار السنوات الخمس القادمة وكانت مجموعة سوفت بنك قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة تنص على دراسة إمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد بحيث يكون أكبر المشاركين فيه باستثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس القادمة ودخلت العديد من أهم الجهات الاستثمارية العالمية في مباحثات للانضمام إلى سوفت بنك وصندوق الاستثمارات العامة السعودي للمشاركة في المشروع الجديد ويتوقع أن يصل حجم الصندوق الجديد إلى 100 مليار دولار أمريكي وستعمل سوفت بنك من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة وشبكة علاقاتها مع الشركات التي تمتلك محافظة استثمارية بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد وتعليقا على هذا الموضوع قال صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي وولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة يركز صندوق الاستثمارات العامة في المملكة على الاستثمارات ذات العوائد المالية الهامة على المدى البعيد سواء في استثماراته المحلية والعالمية وضاف ولي ولي العهد أن الصندوق يهدف إلى دعم رؤية السعودية للعام 2030 التي تنص على بناء اقتصاد متنوع وعبر سموه عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة سوفت بنك نظرا لتاريخ المجموعة الطويل وأدائها المتميز والعلاقة المتينة معها ومع رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها السيد مسيوشي سون من جانبه قال مسيوشي سون الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة سوفت بنك إنه مع تأسيس الصندوق الجديد سيكون بمقدورنا تعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا وأضاف أن الصندوق سيعمل خلال العقد القادم ليتحول إلى أكبر مستثمر على مستوى العالم في هذا القطاع الحيوي وسنعمل من خلال هذا المشروع على تسريع ثورة المعلومات من خلال المساهمة في تنمية هذا القطاع تطاع